انا كنت سايبه بس في الاواخر يعني عشان لازم ياخد حقك كثيرا النهاردة مصطفى شوبير مصطفى كنت لسه بتكلم من شوية انه عنده ضغوط مزدوجة حارس صغير في السن فجأة لا نفسه وفي نهاية دورة ابطالة افريقيا هو حارس ثالث قدام جمهوري النادي الاهلي وممكن يلعب مباراة اللي جاء كمان قدام جمهوري الوداد في الملعى محمد الخابس ودي فعليها دايما الجملة الشهيدة ابناء العاملين اللي هو عشان انت قصة يبني نجم كبير فلاقيت داخل بكل الضغوط دي المباراة دي ولغم كده عمل مباراة جايدة طيب انا هقول لك بقى على حاجة فضل ارجع لالفين وتمنتاشر اه الفين وتمنتاشر شهر ستة انا مسكت مدرب عام وقام بعمل مدير كورا مع كارترون مهم فكان من ضمن صعدناها كان مصطفى شوبير مهم اه فلما اتمرن وبعد فترة لقيت حاجة محترمة اول يعني لقيت شخصية حاجة يعني شخصية كل كل الناس بتكلم على فاكرة شخصية مصطفى شبير لا لقيت شخصية واحد بيوجه لعيبة اكبر منه وهو لسه طالع بقاله شهر شهرين في الدرجة الاولى وهو اول مرة كان يطلع فريق اول فكان في التأسيمات بينادي على العيبة وعايز استلم الكورة ومش حارس جايبه من ناشئين يطلع بيتمرن مع الفريق الأول خايف ومكسوف فوقف في الجنو خلاص لا ده بيطلب الكورة وتعالى تعالى وارجعلي فانا حسيت وانا واقف في الملعب حسيت ان هو من اللجوان اللي عندها شخصية انت بتكلم في 2018 فالرجل بيشتغل من 2018 اولا ساكت ما بيردش على حد الحتة الثانية اللي مهمة جدا وانت قلتها فيش حاجة اسمها اولاد عاملين اللي بيردد الكلمة دي ده شخصية مريضة شخصية مريضة ليه فيش حاجة اسمها اولاد لعبين وإلا لو كان اولاد عاملين كان فيه اساطير أقوى من الكابتن احمد شبير كانوا لعب اولادهم صحية مع احترامي كابتن احمد شبير آه راجل كابتن مصر وكابتن نادي الاهلي لكن في ناس عملت في الكرة اكتر من اللي عمله شبير وملعبوش ولادهم ملعبوهمش كرة ليه طي عشانهم مش موهوبين بس لكن احنا كريم مجتمع ايه ده هو كريم ازاي راح بحيط ازاي عمل برنامج ازاي راح مش عارف كريم لما يلاقوا كريم مسلا عمل حاجة كويسة عملها ازاي مسك الفرقة دي ازاي عندنا دايما التفكير السلبي الجملة الشهيرة اه ده فكير سلبي ايه ده محمد يوسف مسك الفرقة دي ازاي راح لهم ايه ده ده كلق مين طب يا جماعة ما انا مدرب اه انا لعيب راجل مدرب حتى مرة مرة من ضمن الحاجات يعني الواجهة باع محمد يوسف ده ده محمد يوسف ده اخد افريقيا ومسك الاهلي يعني يمسك اي فرقة في مصر صح فمن ضمن الحاجات مفيش حاجة اسمها اولادة عاملين انت بتطلع عالمسرح يا بيه انت بتطلع عالمسرح قدام ملايين انت ده النادي الاهلي حتى لو مش النادي الاهلي حتى مع احترام انا مش عايز اقول اي اسم نادي نادي اصغر من نادي او كده انت النهاردة اي نادي هيستحمل للعب او ابن نجم او ابن نجم عنده او ابن مدرب عنده او ابن اعلامي اي ابن رئيس النادي صح والفرقة تخسر او هو مش كويس هعمل او ابنين هيدفع الفاتورة صح صح فبالتالي وفي بقى نقطة كمالة كابتن يوسف اجمالها فبالتالي انا بتكلم على ايه بتكلم على لعيب بيشتغل على نفسه وفعلا مصطفى بيشتغل على نفسه وفعلا مصطفى من 2018 انا من ضمن الحاجات حتى مرة قلت له قلت له قلت له يا ابني لازم تروح جيم بص الشيف اكرامه والشيناو بيشتغله ازاي لازم تروح جيم جسمك محتاج يشتغل اشتغل على نفسه النهاردة انا مما بشوفه فت ما شاء الله لأ اتنقل في حتة تانية خالص لأ يعني حركته جسمه اختلف تماما عن 2018 2019 معنى كده ان الراجل ده بيشتغل على نفسه فبالتالي هو مش ملتفت للكلام اللي بيتقال فمفيش حاجة اسمها اولاد عاملين عصا انا بالمناسبة يعني ابني بيلعب في 2009 فبرضو فقطع ناشئين ده ابن فلان ده ابن علان ده ابن تردد مفيش حاجة اسمها كده الناس اللي بتردد الكلام ده ناس مريضة لو انت اكيد انت اكيد يا كابتن يوسف عارف انه فيك كام نجمة في النادي الاهلي جاب وحاوله بالمناسبة يعني لو انا كنت لعب في النادي الاهلي وعندي ابني عايز يلعب بكورة اول حاجة افكر فيها ان انا عايز يلعب في النادي الاهلي ده مالف به تمام بس اكيد حضرتك وانت بتودي ابنك النادي الاهلي لو ما كانتش هينفع او مش موهوب كان اقوله معلش شاكبتاليوس فحنا منحبك اوه بس مش هينفع هيكمل معانك مظبوط ببساطة شديدة اه مظبوط والحاجة التانية ان انت مش هنلعب في قوضة ظلمة هو هنلعب في قوضة ظلمة ما هنطلع نلعب قدام الناس فحيباني اللعيب الكويس واللعيب اللي مش كويس صح بس انا ضد ضد اولاد اللي عاملين اللي يعني انت كده متهم زي ما انت قلت الكلمة اللي انت قلتها قلت ايه قلت اه ده هو بيبقى موجود عشان والده فهم الى ان يثبت العكس ايوه رغم ان بقيت اللعيبة كويسة الى ان يثبت العكس شوف الفرق بقى هنا صح يعني بص العكس انت وحش يا كريم لغاية ما تبقى تثبت لي ان انت كويس ايوه لكن اللي عادي انت كويس وانا كويس وكلنا كويسين الى ان يثبت بقى ممكن ده مش كويس ده ما ثبتش نفسه صح فالنقطة دي مهمة جدا ان انت بتحطي تحت ضغوط بس خلي بالك فضل بتطلع اللعيب شخصيته قوية وبيستحمل الضغوط لانه في النهاية هيقبلها هيقبلها صح لعيب النادي الاهلي تحت ضغوط بس ففي ياما جبنا لعيبة وياما تعقدنا مع لعيبة وياما لعيبة جات من اندية مستحملوش وكانه نجوم في انديته مستحملوش مستحملوش بيجي يلعب ماتش احنا فيه لعيب بدون ذكر اسمه احنا ايامينا كنا في التسعينات بنلعب فكان جامل جدا في نديه لما جيه فما قدرش قال يا جماعة هو انت كل ماتش عايزين تكسبه اصلا اه والله مره قالنا في القوضة كده قالنا قالنا انا هو انا كل ماتش هنزل يعني كل تلات اربعة تيام هنلعب لازم نكسب لازم نكسب هو شايفة صعبة احنا متعودين عليه صحيح عادي يعني مكناش شايفين ان دي قصة ايوة الماتش بيدوبك بنفرح ساعة ساعتين روح البيت نيجي تاني يوم النادي خلاص بنفكر في الماتشة اللي بعدين بتلات تيام تعودنا على الرتم ده يعني تعودنا على الرتم ده يعني